السلام عليكم اخوتي اخواتي كيف تموها بخير مزياني كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم موضوع جديد اه شي حاجة اش هنقول لكم تجريبة وف نفس الوقت ميصاج من الناس اللي غايزون اوروبا سواء اسبانيا سواء فرنسا سواء هولندا سواء بلجيكا اي دولة بتاعات اوروبا يعني هذا الميصاج يعني اعطيكم اخوتي كتجريبة يعني كنصيحة حسبوها كما بغيتم مهم اعطيكم واحد موضوع اللي هو صفة عاما جامع ليقدر يستفد منه اي واحد غايشوفو سواء بنت ولد اي واحد يكون مجوج يكون سلطيره مهم كما كان النوع ديالش مهم اخوتي هذا الموضوع هذا اليوم ستطرق السلبية ديال اوروبا خصوصا اسبانيا السلبية انا انا اضرب صفة خاصة على اسبانيا مدام عايش فيها يعني السلبية اللي اقول لكم يعني انسان اللي يجي من هاد الارض السايدة يضرب عاشر سنين خمستاشر سنة مك يعمل لك واغه اتلا وانو بالاخر كي سيف طوال البلد الاسبور هذا الشي كامل اه السلبية دياله والطريقة باش تخرج منه ومهم انا اعطيكم كوشي سيكون الفيديو موضوع طويل شوية حيث ان المواضيع حاله يداية تكون عامة كننزل التليفون وكبقى نهضر كنخولي عندي ماشي كنقول تجربة شي واحد ولا محتوى شي واحد مهم انضروف الموضوع ديالنا كما كتعرف الانسان قول ما يجي من اسبانيا خوتيرا يكون عنده واحد هادف راسو مرسوم مخطط باللي سنجي من هذه البلاد سنخدام سنكون راسي سنعمل مستقبلي سنعمل وليداتي سنعمل داري سنعمل طنوبر ديالي يعني اغلبية الناس المهم كان نجي من هذه الارض كان نجي من حوايج تصادف معهم يخرجوا على حياة الشخص المهم نعطيه هذا الحوايج الذي تتعرض لهم الانسان و يخرجوا عليه و على مستقبله و نعطيه الإيجابيات مهم كما قلتكم الواحد يأتي هنا يا صافي يأتي يعمل شهادة الساكن يمشي قراف مدرسة و تعلم اللغة يجب أن يحوط يعني لا يقصر لا يخرج مع ابن نادم يعني يكون ابن نادم حد و حد دراسه لا يأتي يجب أن يخدام يجمع فليسات يجب أن يعدل ورقة مفسد يوم ربما يكثل يوم يوم ثلاث و شهر يجب أن يكون قديمة تغنيمة إلى المدرسة و يتم تزاوز سوف يعمل 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 كم يخدام أمور تعمل تعمل يوم يعمل لو كان أحد مغربي في البنية أنا أجبت 50 أورو أحد السيمانة عودت خدمت نهار أجبت 30 أورو أحد السيمانة لم أخدمت شيء تجيب ذلك لقسم الله و تعيش بيت ترجي التليفون لك تعيط الفاميليا لك مهم يكون بنادم باقي يعني باقي ما دقت الحليب هذه الأرض يكون يلا في البداية مع الوقت يسهل على ربي يلقى الخدمة فيكس يلقى الخدمة مرسمة بلا ورقات ومخبأ يكون خدم أخوتي يكون خدم يكون شبار الشهرية مثلا يكون شبار مليون دول فرنج أو تمال في الدرهم مهم كثيرا مثلا يكون السيد الذي يبقى شبار تمال في الدرهم ماذا يفعل؟ يتوقع يخرج يتوقع القهوة يبدأ يخرج يريح القهوة مثلا في مغربة مغربا في الناتين يتعرف يتوقع الكرشة ماذا يفعل وماذا يوجد لك الوراق وماذا يخدام يتوقع 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 10 بنادم يتوقع القهوة يتوقع الطيار القنطة لا تكون الخدمات يتوقع أن تخرج 10 بنادم يتوقع تفوش قليلا تتصادف مع بعض الأنواع من الأشخاص يتوقع الكثير من الأنواع لدينا الأنواع عن طيارهم مثلا على قهوة سيتوقع يتوقع سؤال الذي يتوقع يتوقع في إن هذا Law مثلا الواحد تخدم غيب التليفون او لك تريح ماسي واحد مدمين مثلا يحشيش ولا الغبرة ولا سبيد ولا جمال انواع المخدرات المهم المشكلة الأول هو الادمن هو كامل الادمن الموضوع كامل على الادمن الحالة الأول هي مخدرات يعني الأول حاجة كتلاقة مع الإنسان سواء كتجارة سواء كتستهلك يعني تقدر تلاقى مع واحد كتستهلك تريح معه دق شي حاجة ذرب شي قارو كده يبقى عليك يبقى عليك حتى كتبروبرتين اليوم غدا اليوم غدتك كتبراسك تبليتي ستبداها بالقارو من بعد كتقلبها جوينتات ويا ماشا من اللي كتبحنا نظر على المستهلك يعني الإنسان تلاقى مع أشخاص أصحاب السوء موالين المخدرات أو يريح معهم يكمي اليوم غدا أو يشريها نراسه يكمي كمانين راسه يشريها ويعادلها يقصر ويشيشي النعاس بالليل ينضم عطار يمشي يخدم يخدم مرخي يعني أنت خدمك بيت صهران تقول لي أنت عندك مشكلة في الخدمة لك يعني أنت الخدمة تسيطر على رأسك بسبب مخدرتك يعني أنت أخذ الدم في شلان بيت صهران بيت صهران يجرع لك أنت وقيت بلا خدمة تقدر تلاقى مع أحد مثلا كتاجر يعني كيبيع يقول لك أنا كنجي فلوس سهلين كده نخلي لك التليفون أو تسخر لي أعطيك مثلا تليفون أنت وصل للسخرة أنت بشي صافي وتمشي وخدم تقول أنا أخدم ونضبر شي شيئا صافي تسخر نفسك أنت شفر تليفون تسخر نفسك يقول لك وكتضيق قهوة مثلا تدخل 30 أورو أكبر خدمة لا تقوم من خدمة لا تقوم من خدمة يعني تتبردك تقول لك أنت تتبردك تتبردك كلية تقوم بك التليفون وكتبه تعمل كلية وكتبه في الدومين يعني معادي من الخدمة التي تتفكر تجمع بها الفلسات وتعمل لوريقة تلك وكتبه في الإدمان يعني هذه الحالة التي أخوتي هي مخدرة جميع أنواعها سواء كمستهلك أو كتاجر لم تكن مستهلك ستكون مدمين وكتجر ستكون مدمين في الاستهلك يعني لا تقوم بسيطة على رأسك ستكون مكتبه في الأيام لم تكن من خدمة لا يفتح من خدمة لا يفتح من البله لا يفتح من المعيشة من خلاص الكرة هذا ما لا يفتح منه كمدمن من ناحية التجارة ستقول أنك تبيع ستقول أنك معروف ستقول أنك ابن دم عايت لك في التليفون ستقول أنك لا تنعش شيء كتبات مخلوب ستفعل مخزن دايزين ستتوسس ستخرج نصدق ستفعل مخزن ستوسس واحدة ستقول أنك ليس شيء طبيعي في حال الذي كنت الإنسان يبقى دائما يقول عندي نحصال عندي نتشبر والمشكلة أنه يتشبر يؤدي لك شيء كامل المحامي الغرامات 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 يخرج على رأسه المشكلة الثانية هو الإدمان الحالة الثانية نظركم عليها الحالة الثانية هي أبوستاش مثلا في الصلاة مثلا قاعة الألعاب القمار أو المواكل الذين يكونون في القهاوي يعني الإنسان يدوقون ما سأقول لكم يعني الإنسان يكون عشر شيء واحد يبقى تشاهدون فيهم يلعبون تتفرج فيهم تشاهدون مثلا خمسة أورو خرج مئتين أورو إلى خمسمائة أورو تجريبا تتجرب مثلا تتعطيك تتعطيك أو شيء واحد تتكون معك تقول لك نعمل شيء خمسة أورو خمسة أورو اللعب هنا هكذا يلعبون مدمون تجرب ومن المساعدة أعطيك 200 أورو تتعطيك تبدو تبقى 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 فيه يوم يتخلص تجرب تجرب يجب أن يجب قمت بأبوستس تأوهم من أخوتي خطيرين كثيرا للشخص يخرجوا تفارق مع اولاده مع زوجته مع عائلته مع أمره والمغرب يعني الإنسان يتجنب هذه الحالة مخدرة ويصبح القبار القمار أخوتي خاطر قال لك مية خمار وخمار ولا واحد القمار يعني كنت تذكرم هذه كتجربة ندذت علي الحالة الحمد لله يدوز في كوبرو لكن أحسن يدوز في صور دياله باش يطاح وينوض يراجع راسه على السطح باش ما يعاودش أول حاجة يفكر من اللي يكون في هذه الطريقة يفكر كيفاش كان عايش في المغرب كيفاش بدأ الحياة دياله هنايا يعني الإنسان يرجع شيء شيء إيجابيات كانوا عنده شيء سلبية ويفكر في اللي ماجي أنا عندي شيء لوراق وخدم وغنتبع الخاوية يا إما عمشي في ذلك الخاوية وإذا عمشيت في ذلك الأخاوية هذي يجب الرأسي في البلاد وإذا يجب الرأسي في البلاد يعني كوش يتضرب الزر وإذا يجب الرأسي في البلاد كيفاش يجب الرأسي في البلاد الأول الحالة الأولى هي المخدرات والحالة الثانية هي الصلس ديخويغو وطراغابيراس يعني يبعد من الألعاب الإلكترونية وطراغابيراس وطراغابيراس حالة الثالثة أخوتي هي العنف ضد المرأة يعني شيء واحد تكون عنده صديقة أو صاحبته أو باريخة أو الزوجة لا يحاول شيء عنفة يعني ما تحاول شيء عنفة يعني ما تدابس معها ما تضربتش حتى إذا لمشيت تتدربتها ومشدعتك سيقول لي في مشاكل سيقول لي عندك العنف ضد المرأة سيقول لي عندك أوردين ديالي خمينته تغيب عدوك عليها بوحل عامين سيقول لي كتسني سيعمل لك كرسو سيعمل لك وحتك وين سيعمل لك كيف تتراطر كيف تتعامل مع الزوجة ديالك والصديقة ديالك يعني وذلك شيء كامل يوسخ الحسن السيرة للشخص يعني أنك هذا الإنسان الذي يعمل هذه المشاكل هذه قبل أن يكون لوراق يدعوها معاندي بقارنطية أنه اللي سيقوم لوراق ويقوم لوراق المشاكل يعني يحاول الإنسان بعد أن تتشي كامل ويقوم لك يعملوا أصحاب السؤاختي أصحاب السؤومة يخرجوا على الإنسان يعني أنت يذهب مع الإنسان يذهب مع الإنسان يتقل الله يصلي لا يذهب في طريق الخائبة يجب في القهوة يخسر قهوة ويذهب في حاله يخسر خمسة أورو يخسر خمسة أورو عندما يخسر مئة أورو ستخسر مئة أورو وهذا أصحاب السؤونة أقول لكم دائماً يدعون لأن المتPR ما يحاولش يعاشر دقينا النوع دل الباشر. حيث هادوك كادلقاهم مدمين كي عرفوا بعطيتهم في الاول تشهر من اللي كتتخلص في شهرية ديالك كيعيط لك فاهم شي وندربوا شي دورة كده 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 كادلقا راسك في الفساد كادلقا راسك في سالة دخوه غور وله كادلقا رسك في تاح الشوشات ومسمير وانتصبح خدم. يعني الواحد اخوتي يبعد ما تشي كامل وخدم الخدمة له وعندما تكون خدمة لك ستأتي بالتدار مرتاح يعني لا تفكر لا تفكر في مخزن لا تدروغة لا تدروغة ستقول لي مرتاحة هذه الحالات مثلا المخدرات لا تتعلم بلهم لا تتعلم بلهم ستسرق أو يدبر أو يسلف والشار المجاليات تتخلص ترجع كريدي وهذا تجبر رأسك وصحاب المخدرات تجد دمك يجمع واحد النهار يخلطوا عليه الدرخبط يجمعوا الحزاق كامل كان ضبط مصطلح ولكن الناس تفهم لي تجمعوا الناس تتخلوا عليه المخزن صافي يدركوا شيء داوة يخرجوا بغارة ممالية وباقي لا تتحدث يدركوا شيء يدركوا فيانسة ويجمعوا الفلوس كاملين ترجعوا عملهم غير الملطات والمحاميين والوراق لا تتعلم لديك الوراق لديك الوراق لديك الوراق من ناحية سواء ونقول لكم من ناحية الناس كذلك الإنسان لا يدركوا صديقة والزوجة يحاول أن يشاهد إيجابيات يتفهم الحلول لا يوجد أن يدركوا لديك مشكلة يجب لكم مخزن لديك مخزن لديك القضية العنف لديك المرأة هنا رقم واحد في الحقوق الزوجة والمرأة والإنسان أخوتي بعد ما تشاهدهم الطريقة قبيحة يعني الإنسان تخرج عليه سيبقى بلاك واغط سيأتي في عواله سيأتي عنده الوساخ والسنة وتكدز يعني الإنسان يأتي يخدم خدمة دياله ولا يشاهد رأسه يدركوا بها أنواع البشر اللي يحاولوا يجب دوان عندهم عن طريق الصحبة اللي يخرجوا هذه حاولي يجنبهم حاولي على قدر ما ما استطاع يعني الحاول الإنسان يبعد من الطريقة هذه ميمشي شي فيها حدث لا مشيتي فيها سيأتي بتخرج منا والناس أخوتي سأقول لكم الناس اللي عندهم عائلة ديالهم هنا وشدة فيهم مثلا عندك خاك والاختك اللي كتزيار عليك أنت هو اللي مسعود يعني الإنسان اللي كيكون صعيب عليه الضرف هو الإنسان اللي كيكون بوحديته ما عنده إماه لا بابه لا أخاه اللي غيوقف معه اللي غيشده اللي غيمصحه يعني هنا ما كيش اللي نصحك وده ما كان شي عندك اللي غيزيار عليك سواء الخوتك ولا والديك حيث تشهد الأرض هذه فيها الملاهي بزفة أخوتي هنا زهو الملاهي بزفة الأرض هذه الإنسان نحن مغربة دا غيما كان تزرفه دا غيما كان دا غيما كان 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 طمعه في الحاجة يعني بنادم يتبع طريق دياله بشي المدراسة تعلم اللغة سيدي بشي يقرأ بشي يخدام دمار جمع عفليسات خطال الله في رأسك لباس كل مزيان أوفر شي حاجة وعاون وليديك يعني الإنسان يفكر في أمه وفي بابه واخوته محتاجين يعني يعاونهم واخروا ما عندهم يعاونهم وما يعاونهم يعني الإنسان يحاول وغضاد الوالدين هو اللي يوقف مع الناس أخوت يا رجح المواحد وغضاد الوالدين يوقف معه بزف الحاجة يعني الإنسان قبل يطلع عنه يفكر في والديه يفكر في خوته يفكر كيف كان عايش كيف كانوا أربوه والدي كيف كانوا أربوه والدي كيف أن يحاول الإنسان يرجعهم واحد على الأقل 15% ذلك الشيء يدمروا عليه والدينا ويدمروا عليه والدينا ويدمروا عليه والدينا في الصعور دينا وهذا الشيء لدينا أخوتي وما أريد أن نرى فيديو بزف طويل نتمنى أن يكون تستفادوا كتجربة والله يحفو للجامعة والله يحفو كل واحد يتابع طريق خيبة والله يسهل على الجامعة أخوتي وهذا كان هو الموضوع دينا وما نطوش عليكم بزف واتباك الله عليكم ورمضان مبارك والله يتقبل صلاتكم ودعاكم وصيامكم ونتلقوا أخوتي إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم شكرا